انابا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية انابا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الاول رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضور حفل مؤشر العطاء العالمي الذي تنظمه المؤسسة الخيرية الملكية وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خالص الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة حصول البحريني على المركز الاول عربيا وخليجيا والثالث عشر عالميا على مؤشر العطاء العالمي عام 2015 وذلك من بين 145 دولة خضعت لتقييم المؤشر وأكد سموه أن هذا الانجاز الكبير يعكس حجم الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين لمختلف شعوب العالم ومبادراتها لمساعدة الذين يعانون ألام الصراعات والحروب والكوارف الطبيعية وقال سموه بأن الاحتفال بهذا الانجاز يدل على الدور الرائد للبحرين في خدمة المحتاجين ومساعدة المنكوبين في مختلف دول العالم من خلال ما أنجزته من مشاريع متميزة وكبيرة على المستويين الداخلي والخارجي وتوجه سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدة على دعمه الكريم وإنسانيته الكبيرة وعطفه على جميع المحتاجين في مختلف الدول التي تعتبر من أهم العوامل التي حققت لمملكتنا الغالية هذا الانجاز الدولي الكبير وثمن سموه الرعاية المتميزة والاهتمام الأبوي الذي يليه جلالة الملك المفدة بأبناء المؤسسة الخيرية الملكية وتقديم كافة الخدمات والرعايات الشاملة والمتميزة لكافة أسر الخيرية الملكية مثمنا دعم صاحب السمو الملكي رئيس وزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما توجه سموه بالشكر الجزيل للجمعيات الخيرية والمهنية وموظفي المؤسسة الخيرية الملكية من جانبه أعرب سمو الشيخال بن حمل الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أعرب عن فخره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين من إنجاز كبير على صعيد مؤشر العطاء العالمي باحتلالها المركز الأول على المستوى العربي والخليجي وأوضح سموه أن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ساهمت وبشكل واضح بتحقيق مملكة البحرين هذا الموقع المتميز في العمل الخيري والإنساني بما يعكس تطلعات جلالة الملك المفدة وحرص جلالتها على تقديم العون والمساعدة للمنكبين والمحتاجين في مختلف دول العالم مثمنا سموه سرعة الاستجابة التي تقوم بها المملكة والتي كان لها الأثر الإيجابي باحتلال هذه المكانة بفضل مواقفها المشهودة بالبنان عبر تنفيذها للمشاريع التنموية للمحتاجين وخلال الحفل تفضل سمو الشيخ خالب بن حمد الخليفة بتكريم الداعمين لعمل المؤسسة وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية والجمعيات المهنية والخيرية وموظفي المؤسسة يد البحرين التي بسطتها كل البسط طوعا بما يرضي الله أمام من استوطنهم العوز وقلت حيلتهم يد حملت الكساء والرقيف للمحتاجين والنازحين وحملت أيضا مشعل التنوير لتنير عتمة من خرجوا في طلب العلم ولم يلقوا الطباشير عطاءات البحرين أثقلت ميزان مؤشر العطاء العالمين واحتلت المركز الثالث عشر عالميا والأولى خليجيا وعربيا فهي لم تدخر ولم تؤخر جهدا لمساعدة المحتاجين والنازحين سواء عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية أو المؤسسات التطوعية أو حتى على مستوى الأفراد حصلنا مراكز جدا متقدمة في مؤشرات العمل داخل البلد خارج البلد تعاون المواطنين معناه تعاون الجمعيات الدعم القيادة جميع هالمؤشرات نوعية العمل القدمة الظروف التي نواجهها المؤشر عكس حجم الجهود الإغاثية التي قدمتها البحرين للفقراء في العالم فضلا عن مبادراتها في نجدة من تجرعوا علقم الصراعات والحروب فحققت ما نسبته 30% في مؤشر الوقت المخصص للعمل التطوعي و51% على مؤشر التبرعات ونسبة 71% في مؤشر مساعدة الآخرين لتكون بذلك نسبة مؤشر العطاء 51% ولتحتل بعد ذلك البحرين مركزها الثالث عشر عالميا نمثل لنا الحقيقة تحدي كبير لمستقبل علينا واجب الاهتمام به وعلينا الأخذ بمسبباته لننطلق إلى مساحة أغسع وأرحم ولا أجواء أكثر قدرة على العطاء في هذا العمل الإنسان الخير الذي يتصدى له الجميع وعلى رأسنا جميعا مولانا صاحب الجلالة حفظه الله وسمو الشيخ ناصر حفظهم الله جميعا حس الإيثار لدى البحرينيين عموما تجاه الغير وسرعة استجابتهم لأعمال الخير هو حس عال أكدته المعايير التي قاسها المؤشر الذي يصدر عن مؤسسة المساعدات الخيرية بعد جمعها كل جهود البحرين في أنحاء العالم من بين 145 دولة خضعت لتقييم مؤشر العطاء أتى مركز البحرين متقدما ليس لأن عطاءها لا يقف عند حد معين بل لأنها سباقة إليه على الدوام بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين